مباراة يتلخصها أنه فريق يعرف يكسب أو جاي للملعب عشان يفوز وفريق ما زال يخذي الجماهير وفي مواجهاته الكبيرة أمام الهلال على ملعب الجوهرة تحديدا ما عرف أنا السؤال ممكن يتوجه لللاعبين إش اللي يحصل لهم يكون هم المرشحين الأكبر للانتصار أمام الهلال فجأة جماهير حاضرة كالعادة ما في مباراة كلاسيكو في جدة تحديدا إلا الملعب كان مليان لكن استمرار خذلان اللعبين لجماهيره مباراة اليوم غياب تام للعبين اللي كان الجماهير معلق أمالهم عليهم ممكن خطأ نونو سانتو هو مدرب ما أحد يختلف على إمكانياته لكن بكل أمانه اليوم أخطأ في إشراك كونرادو لأنه ما في بديل مع طارق حامد حتى اللاعب الشاب عوض الناشري مش موجود أنه ممكن يبدأ فيه لأنه متواجد مع المنتخب في العراق الهلال كسب من أنصاف الفرص سجل وضاع كورتين تقريبا وأنهى المباراة الاتحاد وصل كثير ما عرف يسجل في ظل تألق المعيوف لكن السؤال الأهم موجود وعلامة الاستفهام على مستوى اللاعب كونرادو بكل أمانة يعني من بداية الموسم اللاعب لم يقدم الإضافة للفريق الاتحادي حتى الصناعات اللي صناعها في هذا الموسم كلها ضربات زاوية كانت في مشكلة ما نبغى نكسو على الفريق الاتحادي نحن من البداية عارفين إمكانيات الفريق اليوم وضح خامة اللاعبين على مقاعد البدلاء فرق بين الفريق الاتحادي والفريق الهلالي مدارب الاتحادي ينظر ما توقع أنه ممكن فيه لاعب ممكن ينزل الملعب يغير من شكل الفريق عكس الفريق الهلالي لما تشوف تغيراته ينزل موسى ماريقا ينزل اللاعب بلا فييتو عبداليلال عمري صالح عبداليلال مالكي نتمنى له الشفاء إن شاء الله ما نعرف يصابته إلى الآن وصالح الشهري جودة لاعبين واضحة في الفريق الهلالي يعني حتى اللي بيقول أنه الاتحاد ميتا يكسب الهلال في ظل هذه الظروف البديل مثل اللاعب الأساسي يمكن بس لاعبين من الصعب تعويضهم سلمان الفرج وياسر الشهراني الأول خسارة للفريق الاتحادي أمام نونسانت وتصحيح الورد